ابن الرياشية وثائر دمت وأحد أبرز شباب المقاومة الشعبية في المنطقة الوسطى اختطفت ميليشيا الحوثي وصالح عبد الرحمن القرش وهو جريحا مطلع العام الجاري وتركته مع جراحه في المعتقل مانعة عنه الدواء طيلة عام كامل دون أن تعرف أسرته مكان اعتقاله مندهشة من جراءة الحوثيين في اختطاف مصاب من سرير المستشفى في الثامن عشر من يناير مطلع العام الجاري قامت الميليشيات باختطاف القرش وهو مصاب من داخل المستشفى بمدينة دمت الشمال الضالع كان إلى جانب الشهيد القرش أثناء جريمة الاختطاف الجريح محمد الظاهري الذي خرج قبل أشهر عبر وساطة قبلية وهو في حالة موت سريري وقد تغيرت ملامح جسمه بفعل وحشية التعذيب الذي تعرض له هو الآخر على يد الحوثيين اقتادتهما الميليشيا إلى جهة مجهولة شكلت بداية رحلة تعذيب مأساوية أفرغت فيها عناصر الميليشيا كل مخزون التوحش والحقد الطائفي ولم تمنع عنه الدواء وحسب وإنما ظلت تمارس بحقه أبشع أساليب التعذيب الوحشي داخل المختطاف وهي تحاول انتزاع اعتراف منه بالخضوع للحركة الحوثية في تسلطها لكنها وما إن عجزت أمام كبرياء الشهيد ارتكبت آخر فصول جريمتها وقامت بتصفيته داخل المختطاف ظل الشهيد القرش مغيب عن أسرته في سجون الميليشيا عاما كاملا يتعرض فيها لمتاعب الإخفاء وقيود السجان وألم الجراح وتعيده الميليشيا بعد عام إلى أسرته جثة مشوهة لم تكن قصة الشهيد عبد الرحمن القرش سوى فصل من حكايات اليمنيين في ظل واقع الميليشيا وهي تكشف عن صورتها الوحشية وكيف أنها تمارس أساليب التعذيب والتصفية القسدية بمجرد أن تفشل في مهمة إخضاع اليمنيين ترجمة نانسي قنقر